اشتركوا في القناة صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فعنز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم يا عباب الرحمة ونجاة العم يا عوام وليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم يا غريب يا مظلوم كربلع السلام على معصبة الرسل السلام على ناحلة الجسل السلام على منهدت الروق اعلم يا أبا الحسن أن الله تعالى خلق نوري وكان يسبح الله جل جلال ثم أودعه شجرة من شجر الجلال فأضاءت فلما دخل أبي الجلال أوحى الله تعالى إليه إلهاما أن اقتطف الثمرة من تلك الشجرة وأدرها في لهواتك ما ففعل فأودعه الله سبحانه صلب أبي صلى الله عليه وآله ثم أودعني خديجة بنت خويلت فوضعتني وأنا من ذلك النور أعلم ما كان وما يكون وما لم يكون يا أبا الحسن المؤمن ينظر بنور الله تعالى هذه الحلقة الأولى من سلسلة بعنوان اعرف فاطمة كما وصلكم إعلانهم وستستمر إن شاء الله وبتوفيقه وعنايته وبرعاية صديقة نساء العالمين مولاتنا فاطمة عليه السلام لمدة واحد وعشرين ليلة إن شاء الله تعالى والغرض من هذه السلسلة الشريفة أن نجمع أكبر كمٍ من العلم والمعرفة والسلوك بصديقة النساء فاطمة عليها السلام غرضنا أن نتعرف عليها غرضنا أن نستلهم من سيرتها العطر وأن نجمع أكبر قدرٍ من المعلومات لتكون لنا معرفةً ثقافية وسلوكاً في حياتنا أنت تسمع البلوم فلان مثقق الثقافة ما المقصود بها الثقافة ليست مجرد جمع المعلومات وإنما تأثير هذه المعلومات التي تكسبها أنت على سلوكك على تصرفاتك فأنت إذا حضرت في المجلس الشريف واستمعت إلى حديثٍ استمعت إلى روايةٍ استمعت إلى واقعةٍ استمعت إلى قصةٍ واستخلصت منها درساً وطبقت هذا الدرس على سلوكك وتغير مشوار حياتك من خلال ما استمعته يقال عنك مثقق اكتسبت معلومات جديدة وأثرت تلك المعلومات في سلوكك وتصرفاتك فنحن في هذه السلسلة نرجو أن نحظى بالثقافة الفاطمية هم معلومات جديدة نحاول نسمعها بحيث أنه إن أدي جزء من الحق من أدي كل الحق تأدية كل الحق هذا من المستحيلات لأن الله تبارك وتعالى أخفى اما معرفة فاطمة التامة كما أخفى ليلى القدر يقول من أدرك معرفة ليلة القدر فقد أدرك معرفة فاطمة ومعرفة ليلة القدر م och an ما أدرك ما ليلى القدر فإذاً ما أدرك ما فاطمة وما معرفة فاطمة ولكن تأديةً لبعض حقوقها نحن نحاول جاهدين أن نحصل على أكبر كم من المعرفة من الثقافة من المعلومات من التحسين ونحاول أن نطور أنفسنا فاطميا فهذه السلسلة بعنوان اعرف فاطم الحلقة الأولى عنوان المحاضرة فيها وعنوان البحث نور فاطمة عليه السلام باعتبار أن الموسوعات والكتب التي تتناول حياة الصديق عليه السلام تبتدأ أولا ببداية فاطمة وبدايتها النور الذي خلق الله تبارك وتعالى منه مقام وجسم وروح الصديقة الزهراء عليه السلام فبحث هذه الليلة بعنوان نور فاطمة ويشتمل البحث على فصلي سوف أبحثهما معكم إن شاء الله ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صل على محمد وآل محمد مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وعرني سمعك وأقبل علي بكلك أخبرتك سلفا بأن هذه المواضيع والبحوث كلها تندرج تحت عنوان سلسلة اسمها إعرف فاطمة كل حلقة فيها مستقلة عن الأخرى والحلقة الأولى بعنوان نور فاطمة والبحث يشتمل على فصلين أمر عليهما تباعا أما الفصل الأول فهو بعنوان فائدة موضوع نور فاطمة إحنا قلنا الموضوع الليلة نتكلم عن نور الزهراء عليه السلام لو إيجاننا شخص يقول شيخنا شنو فائدة الموضوع إحنا شنستفيد من وراء ليش أنا عارض هذا الإشكال المقدر مع العلم هو مو مقدر فعلا يطرح عند البعض أكو بعض الأشخاص حطبها لك وركز أكو بعض الأشخاص يؤسفني أن أقول أنهم يمجون هذا النوع من المواضيع أكو بعض المواضيع الخاصة بأهل البيت سلام الله عليه بعض النفوس ما تقبلها بعض الأمزجة ما ترتضيها يعني مثلا خلي أجيب لك عينة أفرض يجي بحث من البحوث المادة التي تكونت منها نطفة الصديقة الزهراء عليه السلام إحنا عدنا كم هائل من الروايات من الروايات مثلا أن مولاة الزهراء تكونت من تفاحة الجنة روايات أخرى تقول من سفر جلت الجنة روايات أخرى تقول من عينة بالجنة روايات أخرى تقول من رطب الجنة روايات أخرى تقول لا مجموعة فواكه الجنة فلما يجي واحد مثلا من الذاكرين أو الخطباء أو حتى من المؤلفين ويحاول أنهم يجمع شتات الرواية المتناثرة هنا وهناك سواء في الكتب الشيائية أو حتى في الكتب السنية يحاول يجمعها ويبين المادة التي تكونت منها نطفة الصديقة الزهراء عليه السلام أقول بعض يطلع يقول زين أنا شاستفدت هذا الموضوع شفاذني أنا بالعكس أنا ما أقول لك ما أحب أني أسمع مجالس ومواضيع عن الزهراء عليه السلام بس أنا أريد موضوعي فيه إذن أريد أن هذه المواضيع باسم فاطمة عليه السلام تعطيني معرفة عن الإشكاليات والجدليات التي مرت على حياة الزهراء أسمع عن فدك ما أعرف شنو فدك وشنو المشكلة في قصة فدك وليش فاطمة تعرضت إلى الاعتداء عليها بالضرب حتى قضت شهيدة شنو سوية حتى تقتل فاطمة وشنو السبب ما أعرف هذا الكلام زين أحتاج إلى مواضيع من حياة الزهراء ما يصير حياة الزهراء خالية من الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها أن تنظم وتنسق بيتي وأسري أنا عندي مشاكل ويا زوجتي هي تقول أنا عندي مشاكل ويا زوجتي الأم عندها مشكلة في تربية الأبناء الأبناء عندهم مشكلة في بر الوالدين طيب أنا أريد من بيت الزهراء ثقافة ومعرفة اللي تغير وضع بيتني فأنا ش أسوي الزهراء مخلوقة من تفاحة أو مخلوقة من عنب أو مخلوقة من زفرجلة فأنا ما أريد هذا النوع من المواضيع طبعا أنا ما جاي أنكر وأرفض الغاية والغرض اللي يريد هذا في حد ذاته جميل جدا أنه الواحد يصنع بيته بالزاد الفاطمي هذا في حد ذاته مطلوب لكن ما يصير على حساب ثقافة أخرى وإلا يا إخواني هاي الروايات سؤال أسأل الروايات التي تتحدث عن خلق الزهراء عليه السلام هذه مصطنعة مفبركة لولا هذه الروايات جاءت من أشرف الخلق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله طبيعي هذه الروايات إجت من مصدر وهو النبي صلى الله عليه والروايات مدام وردت من الفريقين يعني من السنة والشيعة وإجت بصورة كثيرة يعني موري رواية عرضية لا لا مجموعة روايات إذن هناك غرض هناك غاية هناك هدف النبي ما جاب الروايات بشكل مستمر وعلى مدة زمنية طويلة إلا يريدك تسمحها الآن شن الفائدة هذا فن الخطيب وهذا فن الكاتب أنه من خلال هذه الفضائل هذه الكرامات هذه الروايات يطلع فائدة عملية مرجوة من خلال عرضها فخطاب إلى هؤلاء الذين لعل عندهم موقفا سلبيا من هذا النوع من المواضيع المواضيع التي تتحدث عن نطفة فاطمة المواضيع التي تتكلم عن العالم الملكوتي للزهرة يقول أنا لا تجيب لي هذه المواضيع نور فاطمة مش أسوي في نور فاطمة هذا خليف الكتب يستفيد من عند غيري أنا أريد لا أريد تطبيقات عملية تفيدني كطالب تفيدني كولد تفيدني كزوج تفيدني كأب تفيدني كموظف تفيدني كمسؤول تفيدني كمدرس تفيدني كجار تفيدني كسالك في الطريق تفيدني كشخص يتعامل مع الآخرين أريد الزهرة ربيني دور لي مواضيع من هذا النوع فمن هذا المنطلق يا إخواني في هذا الفصل رح نجاوب على هذا الإشكال المحدد لو واحد قال لي يا شيخ ياسين من الواحد وعشرين حلقة رح أخذ عشرين أول حلقة ما أريدها نور فاطمة ما يفيدني هالموضوع رح نشوف شلون نستفيد من بحث وموضوع نور فاطمة أما الفائدة الأولى فهو اتباع اللهج القرآني إحنا يا إخواني من الريد نتثقف ونتعلم ونغير أنفسنا المرجع الأكبر والأول لنشنو القرآن الكريم الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صلى على محمد وآله محمد وعجل فرجل ولم يربيه القرآن يا إخواني وما قادر يستفيد من القرآن مستحيل أي موسوعات عالمية أن تسهم في ثقاف القرآن يعلمك كيف تخاطب العقول القرآن يعلمك كيف تكون موسوعيا في حياتك مؤدبا في خطابك طيب خلنا نشوف القرآن شنو من مناهج وشنو من أسلوب القرآن اللي مولات الزهراء عليه السلام في خطبتها وفي حديثها دائما تستشهد به وهذا رح يجينا إن شاء الله في حلقات قادمة حينما نتناول خطبة الزهراء عليه السلام خطبة فاطمة خلي أقرأ لك بعض من آيات القرآن الكريم وشوف الفائدة اللي رح نقتنصها من هذه الآيات الشديدة قوله تعالى في سورة الواقعة وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار أربا أتراب لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمين مستجار بالله وظل من يحموم لا بارد ولا كامل لا هو أحد يقول لي شيخ أسير طول تجيب آية واحدة للاستشهاد شنو راح تقرأ القرآن كله لا أنا راح غرضي من هذا العرض لهذه الآيات الشريفة من آية رقم 27 إلى آية رقم 44 ليش القرآن جابها التفاصيل يا جديد هو يجيب إلنا آية واحدة وتختصر الأول والتالي ما مر علينا قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد شلو فقد فاز خلاص أنت داخل الجنة إذن أنت في الفون عاد الجنة شفيها مجرد نجاتك من النار ودخولك إلى الجنة هذا يكفي لا هناك اختصر في هذه السورة في سورة الواقعة جاب لك تفصيل ما أقول تفصيل ممل ما عام الله حديث الله ليس بمممل لكن حديث مشوق تفاصيل تفاصيل ليش يريد يعلمك القرآن على أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى استزادة ما يكفيك فقط أن تسمع أن هناك جنة وكفا لا لابد أن تعرف ما في الجنة وتفاصيل ما في الجنة ولو واحد قال لا والله أنا ما أريد يكفيني أنه فقط جنة موجودة تكفيك لا معناها بأنك تلبي آيات من القرآن مطلوب من عندك تفاصيل وكذلك يا إخواني هو الأمر بالنسبة إلى سادتنا محمد وآل محمد صلوات الله عليه شلون يعني يا إخواني خلي أقول لك شلون لو يجينا اليوم واحد يقول أنا يهمني من النبي أخلاق فحاس لا تجيب لي حروب النبي لا تجيب لي معارك النبي لا تجيب ليش سوى رسول الله في الحروب وفي المعارك وفي الغزوات فقط اذكر لي أخلاقيات النبي أنا أريد أخلاق النبي نقول له لا هذا ليس شأن الإنسان المؤمن شأن الإنسان المؤمن أن يكون موسوعيا عن رسول كل شيء يتعلق بالنبي أكل النبي لبس النبي سلوك النبي مشية النبي معاملة النبي مع زوجاته مع جيرانه مع المشركين مع المسلمين لا تبقى شاردة ولا واردة إلا وأكون أنا مستوعبا له ليش أنا أقول لك واحدة منها تربيني تعلمني إش ألبس ما ألبس إش آكل ما آكل ثم يا إخواني سيرة النبي صلى الله عليه وآله هذه نوم شو هي من خالف على هام شباحاتنا هي فائدة على هام شباحاتنا كان أكو كتيب صغير الآن ما أشوفه يطبع الآن يمكن عبر البث اللي يسمعوني أخواتي وأمهات يذكرون هذا الكلام كتيب صغير اسمه صفات النبي أو صفة النبي صلى الله عليه وآله سامعين عنا ما رأيكم هذا ما مرأ عليكم طابعين حتى بالبحرين طابعين صفة النبي ما هو موجود في الروايات وفي الأخبار من وصف رسول الله صلى الله عليه وآله جمال النبي أخلاق النبي كل هذا مجموع تدري هذا الكتيب الآن أمهاتي يسمعون كلامي عبر البث والتسجيل يذكرون هالكلام وأنا أحكي لك شيء بالمجربات أنا شخصيا عشت وجربت فضلا عن آخر إذا أكو مريض أمهاتنا يجون يقولون اقرأوا علي صفة النبي من يجون على راسة يقرون صفة النبي هذا المريض حماه صداعه ما فيه من مرض يبتدئ بالتماثل والشفاء ببركة صفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله فهذه اللي تسمع أنا واحد يقول شيخنا أنا ما استفت من عندها لا أكو فائدة مرة الفائدة تلمسها ومرة الفائدة تأتيك وأنت لا تشعر وهذه الصفات والقضايا التي تجين عن أهل البيت من وين جاي من رواياتهم الشريفة وكلامهم شنو كلامكم نور فبركة نورهم يؤثر في مجرى حياتك في توفيقك في شفائك في رزقك في معاملاتك فإنت لما تسمع عن تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وآله تكسب معرفة وتكسب توفيقا كذلك هو الأمر بالنسبة إلى الصديقة الزهراء عليه السلام وحد يقول أنا شأسه بالزهراء نور الزهراء ما نور الزهراء ما حص راح يفيدني أنا من أقعد ويا دكتور بالجامعة ومن أقعد ويا مديري في الشركة شو راح تشيل عن نور فاطمة شيفيه راح تشوفه تلمس أثر النور إذا تعرفت على تفاصيل حياة أهل البيت لأن التعرف على تفاصيلهم من الموفقيات كما أن القرآن كان يأتي بتفاصيل الجنة وقراءته الليلة هذه إن شاء الله تجربونها قراءة سورة الواقعة شوف التفاصيل اللي موجودة بالجنة من أسرار سورة الواقعة أنها تفتح باب الرزق رح اقرأ في الروايات وما ورد في فضل قراءة سورة الواقعة خصوصا قبل النوم كل ليلة تفتح أبواب الرزق زين هيش فيها يا جماعة ما فيها دعاء اللهم ارزقني وإنما تفاصيل الجنة هذه التفاصيل تأتيك بالخير وتأتيك بالأرزاق كذلك التفاصيل الخاصة بأهل البيت فإذا أول فائدة من موضوع نور فاطمة أننا نتبع المنهج القرآن المنهج القرآني يأتي بتفاصيل الجنة وإحنا ماشي وسؤال أسأل يا جميع ردوا علي شباب أنا رح أسألكم ردوا علي إذا القرآن يعلمنا عن تفاصيل الجنة وإحنا نقراها في كل ليلة أيهما أو لا تفاصيل الجنة لو تفاصيل سيدة نساء أهل الجنة شو تقولوا واضح السؤال إنه مو جنة أو لا أنت لما تتعرف على تفاصيل الجنة تحصل خير فإذا تعرفت على تفاصيل سادة الجنة الخير رح يجيك أكثر لأن ما عنده السيد أكثر مما عنده المسود فإذا كان المسود في خير فالسيد الذي جعل سيدا على المسود عنده خير أكثر الجنة ليس فيها خير إلا بسادة الجنة وهم محمد وآل محمد صلواته الله عليهم أجمعين قبل لا أتجاوز هذه النقطة شوية عندي إثارة وإن كانت مائلها علاقة بموضوع البحث نور فاطمة بس اتهمني أن أنا أثيرها اتتابعت الآيات احنا من قريناها في وصف الجنة مهتم قريناها من آية 27 إلى آية 44 من سورة الواقع شوية رح أستأذنكم أقرى لك الآيات المتعلقة والمستجار بالله في وصف النار وأهل الله وما هو موجود في النار لأنه إلي شغل فيها قوله تعالى في الآيات قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم بس ثلاث آيات وسكت القرى بينما كم آية مرت في وصف الجنة شوفوا شكم آية مو بس هذا اللي ذكرناها كان قبلها أيضا آية ليش يا جماعة آيات وصف الجنة أكثر من آيات وصف الله شنو السبب من يقولوني؟ أحد من التفتي لهذا الالتفات أنا أوفر عليك القرآن يا جماعة ياخذ فقط مقدار التحذير بس القرآن إيجابية يحاول يعلمنا على المنهج الإيجابي أنه دائما نعمد إلى خط التشويق أنت جنابك لما تريد بضاعتك المنبرية تمشي لما تريد خطابك في المحراب يمشي لما تريد أسلوبك وإي أولادك يمشي لما تريد أنت كمشرف اجتماعي أو كمدير مدرسة تكون مؤثر أنت لما تكون كرئيس عمل رئيس شركة الموظفون يتمنون أن تأتي سائط العمل كن إيجابيا لا تكون سلبيا صح ما أقول لك التحذير فعلا تعرف بأن هذا العمل فيه الإيجاب وفيه السل لكن خلك إلى الإيجابية أكثر شوف القرآن منهج شنو منهج القرآن دائما يحذبك في الشيء أكثر من يحذرك وخوفك هذا نموذج أنا جايب الله شكت جميل يا إخواني إحنا لما نجيب من قضايا إمامنا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف ما سيصنعه في العالم من خير وإصلاح ترى اسمح لي أقول لك يعني أنا أحكي لك تجربتنا على الأقل التقابير وإلى الآن ترى الصبات هذه التجربة موجودة مع الأسف كان هناك مخزون وموروث سابق عن الإمام المهدي أنه إذا طلع رح يقطع أرقاب من يطلع رح تشوف شي سوي حتى البعض عنده رح يصفيها أبو صالح شنو يعني رح يصفيها عند البعض يعني يعني يقول لك رح يخليها كل هذا رح يزول لا عمي ترى الإمام الحجة رسالة حب الإمام الحجة إذا خرجت تأتي إليه القلوب والأفل رواية البارحة يمكن لو البارحة لو بارحة تأمس يعني في هالأسبوع أنا قارنها الآن نصاً مي عندي إن شاء الله أوفق لكتابتها نصاً وقراءتها بس أجيب لك مفاته أنا متعجب من عدة أشوف مع العلم توي قارنها هالأسبوع إلى الآن ضربني العجب حب من يطلع إمامنا الحجة أرواحنا في دافي آخر الزمان تعرف بأن الآخرين آخرين يعني شنو؟ يعني من مذاهب أخرى ومن أديان أخرى إلا غير الشيعي نقصد وإلا غير المسلم تعرف بأن سرورة بصاحب الزمان أكثر من سروري وسرورك؟ شوية الآن أنت يمكن مصدوم من الرواية ويمكن ترد عليه بس رح أبررها إليك الآن أجيب لك التفسير شنو؟ في الرواية أحتي لك هذا مو فكرة خاصة لا 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 رواية مفاد رواية الآن نصاً محاضرين إن شاء الله أجيبه ومصدره النص والمصدر الآخرون يسعدون بالإمام أكثر من سعادة أتباعي ليش؟ أنا أقول لك ليش؟ لأني أنا الآن في زمن الغيبة متشرب بذكر الإمام عندي باتر قراءة دعاء الندمة عندي كل يوم قراءة دعاء العهد عندي من يجي ذكره حطيت إيدي على راسي عندي من أخل الصلاة اللهم كل وليكا عندي من أروح العراق لازم أروح سامرة إذا جيت سامرة لازم أنزلت سرداء بالغيبة عندي أطلع نشيدة وعلمها أولادي سلام يا مهدي صحيح لو لا؟ فإذن أنا عايش على هذا الأمل وأنتظر فقط تحقق الأمل الآخر إلا أكثر سعادة من عندي ليش أكثر سعادة؟ لأنه يرى الصلاح من صاحب الزمان عجل الله ورجعه الشيء يقول الحمد لله رب العالمين الله ختمني بالعاقبة الحسنة وما مت على ظلام أنا طيلة حياتي زرعوا في عقلي بأن هذا خرافة ماكو شيء اسمه مهدي وكنت أشتم الآخرين وأسبهم ومن أدخل على حساب لو في تويتر لو كذا شيء وأسمع جايبين مهدي إيه السرداب ما السرداب ما أريد أستوعب فيها أكثر فالحمد لله ما ميتوا وأنا عدو لصاحب الزمان لكن الله رزقني الهداية هدونا الشيعة لا في الغيبة في الظهور هم عشاق للمهدي بس أنا متأسف وين ذاك الأمر قضيت كل في البعد حتى صفحة قدامي ما أقراها عن المهدي فأنا الآن الحمد لله ساهم صاحب الزمان في أن ينقذني من الظلالة إلى الهدى ومن العماية إلى النور فهو فرحة أكثر أنت فرحان تقول الحمد لله آبائنا وأجدادنا وسلفنا الصالح علمونا والحمد لله استلمناها الأمانة هذا جاي ومتأسف على أهل الله راحوا على أصدقاء الله راحوا على كان على شفا حفرة سيسقط فيها ويحسب من أعداء صاحب الزمان لكن الإمام قال لأنا اللي جاي أنقذك وأجيبك يملأ الأرض الأرض شنو يا جماعة الأرض مو بس شيعة ولا بس مسلمين الأرض فيها الشيعي والسنين الأرض فيها المسلم وغيره المسلم الأرض فيها المؤمن وفيها الملحد هذا معلمين أنا أذكر لما كنت أقرأ في الدنمارك يمكنني سمعونا أحبائني هنا الغالبية العظمى اللي موجودة في مملكة الدنمارك ملاعدة ليش ملحد ما يدري زين هذا لما يطلع صاحب الزمان يعرف بالله ويحببه في الدين وصير واحد من جنود الإمام صاحب الزمان وعلى فكرة خليها عندك أولادنا حطوها في بالكم تدري في الروايات أن مجموعة من أنصار الإمام الثلاثمية وثلاثة عشر يعني الخواص ترى من قارة أوروبا تدري لو ما تدري مش تغل عليهم صاحب الزمان فهذا لما يطلع الإمام فرحة أكثر يقول الحمد لله لو لا صاحب الزمان ولولا التشويق الذي زرعه في قلوبنا كان إحنا الآن في ضلالة شفنا إحنا مجموعة من المشاهد التي حتى حش السامع والمكان الحيوانات ما تسويها لكن الإمام سواننا أوادم فإحنا يا إخواني خلاصة هذه الإثارة بحاجة إلى أن نحبب الناس في أهل البيض بحاجة إلى أن نحبب الناس في صاحب الزمان مو بس تهديده وتخويف إذا طلعوا رح يقتص رح يرأي لا 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 خلنا نجيب الجانب الرومانسي في حياة الإمام شقد الإمام يحب الناس شقد الإمام يشفق عليهم شقد الإمام يتنقل ليش الإمام يطلع من بلد إلى بلد حتى يشتغل على واحد ويمكن أكو ولد شاب الله أنقذ من الإنحراف إلى الاستقامة ببركة مسحة من الإمام ونظره من يدري؟ تالي نتفاجأ في آخر السماء فإذا واحد من فوائد الحديث عن نور فاطمة عليه السلام أننا نتبع المنهج القرآني واحد اثنين من فوائد الحديث عن نور في مولاتنا فاطمة الزارة هذا اللي يقول شيخنا أنا ما أستفيد من هالمواضيع لا أنا أقول لها اسمعني وهذه رسالة يا ريت تصل إلى الجنة كل علم في الدنيا أعيد كل علم في الدنيا ثلاثة أكررها كل علم تراه في الدنيا ببركة نور مولاتنا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه من أحتي لك طالبني بالدليل قل لي شيخ ياسين بنين جايبنا هذا الكلام خلي أقرى لك الرواية الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 43 صفحة 105 قال الإمام الصادق عليه السلام في حق جدته فاطمة وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارة القرون الأولى هذا الحديث خلى عندك لأن ليلة باتشر رح أجي إلى الحديث باتشر عنوان الحلقة الأنبياء وفاطمة عليه السلام ورح نستغل هذا الحديث نحتاجه شنو معناها يا إخواني وعلى معرفتها دارة القرون الأولى القرون معروفة عدمها كل قرن مئة سنة يعبرون عنها أو مثل ما يعرفون علمائنا الجيل الملتصق بالجيل من يتخلص مرحلة زمنية إلى جيل ويجي مرحلة زمنية إلى جيل آخر يقولون انتهى قرن ودخل قرن آخر ما تسمع القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين كل قرن من قرون الزمن لابد أن يكون فيه نبي أو وصي لا يخلو زمان من حجة لو نبي لو وصي خاتموا الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وعلي اجوا الأوصياء وهم أهل البيت والآن وصي الله منهم؟ إمامنا الحجة أرواحنا فيها زين الأنبياء اللي مروا من أول البشرية إلى هذا الوقت الأوصياء يعلمون الناس يعلمون الناس التوحيد يعلمون الناس المعارف من وين جابوا الأنبياء علومهم؟ سؤال أسأل آدم نوح إدريس إبراهيم موسى عيسى سليمان داود كل الأنبياء مية وأربع وعشرين ألف لبي ورسول بثوا المعارف والعلوم من وين جابوها؟ النبي من وين جابها؟ يستمد نوره من نور الصديقة الزهراء وعلى معرفتها فاطمة ذاك الوقت بعده لا إجاد خديجة ولا إجاد النبي لكن نور فاطمة موجود فأي نبي من يريد علم الناس التوحيد علم الناس الأخلاقي علم الناس التاريخي علم الناس المعارف؟ علم من وين ياخده؟ من نور مولادنا فاطمة الزهراء فيا أحبائي يلي أقول من حسن ظن من حسن ظن قال أنا ما أستفيد من مواضيع تتعلق بي نور فاطمة عليه السلام اعرف شكت شهادة شكت شهادة عندك شهادة باكاليريوس ماجستير دكتورة شكت كتاب شكت كتاب قاري كل معرفة عندك ببركة نور الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام فإنت لما تسمع موضوع عن نور فاطمة هذا رج جميل هذا أرفان لأنه ببركة هذا النور كسبت أنت هذه المعارف وعلى معرفتها دارت القرون الأولى هذه الفائدة الثانية أنها منطلق المعارف البشرية الفائدة الثالثة والأخيرة حتى نختم هذا الفصل ونروح إلى الفصل الثاني الفائدة الثالثة يا إخواني ليش نقرأ النور الزهراء أنا أقول إن شاء الله هذه رسالة ليلة جمعة وإحنا بحاجة يا إخواني إلى شيء يغير من وضعنا مع الله تبارك وتعالى والله يا أحبتي وحق هذا المنبر وإنتوا تدرون أن أخوة موجديدة عليهم في كل المناسبات في محرم شهر رمضان وفيات أئمة مواليد مجالس عرضية يهمني دائما أني أجيب ولو إشارة إلا شوية تغير مجرى حياتي وتخليننا إلى الله أقرأ وإلى أهل البيت أحب قبل أسبوع زمان كان مجلس بعنوان حتى تعشق صلاة الليلة يمكن البعض تابع هذا المجلس وهذه المحاضرة أكو بعض الأشخاص قالوا شيخنا أحنا أمرنا ما مصلي صلاة الليلة بعض الرسائل اللي جتني شيخنا إحنا وصلت أعمارنا أربعين خمسين ستين سنة ما يوم صلينا ركعتين بنية نافلتي بس الله وفقنا يوم سمعنا أحاديث أهل البيت عليه وسلام شنون إجت بذرة الحبل صلاة هذا خلاص هذا تبتدئ الآن عند مرحلة جديدة صفحة جديدة بينه وبين الله فإحنا يا إخواني صح هذه واحد وعشرين ليلة واحد وعشرين محاضرة بس الريد وأتمنى وأسأل الله يا إخواني في هذه الليلة الليلة بإسم الزهرة وليلة جمعة تنفتح فيها سبعون بابا من أبواب الرحمة خاصة فقط في ليلة الجمعة اسألوا الله أن يغيركم نحو الأفضل ببركة الزهرة إلا صلاة مخربة تصل صلاة مرتبة إلا معاملات عند مالية مع الناس ممؤدي حقوق الآخرين يعقد العزم على أن يسدد ما عليه حتى يطلع صفحة بيضاء بينه وبين الله إلا يوم من الأيام رافع صوته على أمه على أبو عند عقوق للوالدين ومن يجي يحط راسه على الوسادة عند ألم ما يحكي بالسانة يكابر لكن بينه وبين نفسه بينه وبين ضميره يعاتب روحة ليش وإلى متى وأخاف ينسل بتوفيق الليلة إن شاء الله بداية التغيير وبداية التغيير من نور منه من نور مولاتنا فاطمة الزهرة خلي أقرأ لك الرواية اللي تعرف وضعنا من إنسوذن بشي يصير بحالنا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار الجزء 23 صفحة 323 قال ألا تسمع قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الإمام سلام الله عليه عرفنا أي ظلمات وأي نور قال من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة شباب أحبائي ليش نقول لأستي الشباب لا والله ما نصير حلو الزمن عليكم هم نحجي ويروحنا إيه الليلة جمعة شيخنا راح نطلع نسهر نشوف لنا مقهى كوفي شو بنقعد فيه الجو براد هالأيام نطلع على الساحل ونقضيها ليلة إلى الصبح ويجي حشي على أفلان وتجي سوالف على أفلان إيه ما يخالف تسلي أخوه ومو كل قرآن ومو كل أحادي ومو كل لطلع وليلة جمعة عوض أن تكون مقربة إلى الله تصير مبعدة عن الله حطوا بالكم يا إخواني وشوفوا الإعلام الشيطاني اللي يتبث وسائل الشيطان والماسونية تشتغل عليه والخطة الماعز الأليف جاية تبين بأن التلفزيون والإعلام أحدى أدوات الشيطان متى تنشط يا إخواني متى تنشط البرامج الماجنة التي تبعد الناس عن الله فيه ليالي الفاضلة ليلة الجمعة أكثر الأفلام بعدا عن العالم ليالي الأعياد اللي هي ليالي عبادة تباعد الناس عن الله إما مهرجان غنائي إما مثلا كذا يحاولون بعدونك عن الله ما يريدونك تتقرب من الله تدري ليش تعرف هذا الذنب ذاك البعيد اللي يسوي الذنب ما أقول أنت تسوي حشاك من الذنب لكن اللي يسوي الذنب هو ما يدرع عن روحه بس الإمام يقول بأن هناك ظلم في قلب ظلم شنو شيخنا شنو أنا مأجر شقة في قلبي فيها قنوبات وليتاء لا بس أنا أقول لك أنت عندك مصباح في قلبك المصباح يدلك على أولياء الله حطوا بالكم شباب ما أقول لكم من الجي ليلة ليالي الأربعين موسم الأربعين هذا المصباح اللي بقلبك قام يشتغل الناس كلها راحت لليزيارة لتفوتك لزيارة فما تشوف وإذا دمعت أيونك بروح ياريت الحسين يعطيني زيارة صحيح لولا هذا مصباح هذا نور في قلبك يشوقك إلى العباد تيجي ليلة القدر ما تحتاج إلى أبك يوقف على راسك يقول لك روح المسجد أنت من قبل ليلة القدر مرتب لنفسك إحياة في المكان الفلان تيجي إجازة شوف التوفيقات اللي احنا فيها مع ذنوبنا بعدي موجود الأضواء والأنواع تيجي إجازة وين بتروح هي كلها ثلاثة أيام بربعة باروح المدينة أزور النبي باروح الأمر يومين ثلاثة هذه أنوار يا جماعة لكن اللي في قلبه ظلم والمستجار بالله اجيه التوبة يلا توبة فكونا عد من هالحجين ليش قلبه مظلم امر على الآيات لا يتعب اتمر عليه المواسم ما يلتفل اشوف الموكب يمشي يوم عاشر يلا ورانا شغل ورانا المباراة ننتظرها ورانا التلفزيون ننتظرها مصدود ليش؟ لظلمة قلبه فلهذا اتذكر الحديث اللي حافظنا انت من يوم انت صف طفل صغير على يمين العرش مكتوب حسين مصباح الهدى عيني عليك بارده لعشر محرم حتى اللي كان طوال السنة عنده معاصي ودنوب قال خلنا نوانك احتراما للحسين صحيح لو لا لا ما احتي لك بس الشيعاء لا اليوم شم موجود من الدول جت ايام محرم قال تحارين احتراما للحسين سامعنا من بعض الممثلين يمكن توصل لهم الرسالة اتقدم بالشكر لهم هذا شكر لابد وانا مدين لهم بالفضل والشكر يقولون عدنا طوال السنة لكن يشينهم من عدها محرم وصفر احتراما الى موسم الشيعة و الى مصيبة اهل البيت هذه بركات الحسين يا جماعة بركات الحسين يقذف في قلبك النور للبعد عن المعصيات ويقربك الى الله تبارك وتعالى هذا هو مصباح الهدى وكذلك يا احبتي فاطمة نورها يجذب الى الله ولهذا اكتفي فقط بهذا العنوان حتى انت من هذا الفصل وفي الدقائق الاخيرة اختم هذه الكلمة اللي استخدمها بعض المؤلفين سيد عبد المنعم السوداني الله يحفظه حط عنوان الى كتابه بنور فاطمة تهتدي قلنا وين ما ملتفت لروحي لكن هي مولات الزهراء عليها السلام منت عليها ايجيت اناقش واحد حطوا بالكم شباب ايام الزهراء ايجيت يقول انا مو شيعي انا على خط اخر ايجيت اناقش واحد شيعي في خطبة فاطمة قال له تعال خلي اناقشك شلال ادلة اللي جايبتنا فاطمة قال قبل لا تناقش فاطمة في ادلتها روح اعرف اول مني فاطمة ليش سوينا السلسلة اعرف فاطمة روح اول اقرأ عن فاطمة تالي تعال ناقش يقول انا مع العلم سيد من بني العباس هو يقول جدي العباس بن عبد المطل فانا هاشم الصدق ما قاري عن الزهراء بس ابتديت اقرأ في قصة فاطمة واخلاق فاطمة الله رزقني ان اكون من اتباع فاطمة واولاد فاطمة فلهذا الف الكتاب وعنونه بعنوان بنور فاطمة تهتدي اعرفت شلول عمي احنا من نتحدث عن انوار الزهراء لان هذا النور له حق علينا بهذا اقول قد انتهيت من الفصل الاول نخلي الآن الفصل الثاني امر عليه سريعا لانه الوقت صار يزائم الفصل الثاني قصة نور فاطمة من البداية حتى النهاية شلون ابتدى هذا النور وشلون انتهى هذا النور هذا في الفصل الثاني امر عليه فقط اذكر الروايات الشريفة اول بداية النور بداية قصة نور الزهراء نور الخليقة في بحار الانوار الجزء ثلاثة واربعين صفحة صفحة والحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله قال صلى الله عليه وآله إن الله خلقا سمعوا يا حبتي ما ريدك الليلة تسمع باذنك لا الليلة افتح قلبك حتى ان شاء الله تكتسب قبسات من نور الزهراء عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله خلقني وخلق علي ولا سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا لوح ولا قلم فلما أراد الله عز وجل بدوى خلقنا تكلم الله عز وجل تكلم بكلمة فكانت نورا ثم تكلم كلمة ثانية فكانت روحا فمزج فيما بينهما واعتدل فخلقني وعليا منهما يعني من كلمة الله الأولى التي كانت نور وكلمة الله الثانية التي كانت روحا ثم فتق من نوري نور العرش فأنا أجل من العرش ثم فتق من نوري علي نور السماوات فعلي أجل من السماوات ثم فتق من نوري الحسن نور الشمس ومن نور الحسين نور القمر لي شغل هذه ترى فيها من حضرتها إلى شغل فيها أريد أعيدها وأنا سأجيب لك الشغل كلام النبي ثم فتق من نور الحسن نور الشمس ثم فتق من نور ومن نور الحسين نور القمر الشاق الحسن كريم أهل البيت اللي يقولون دائما الحسن مظلوم ولا أكوها دولة خواص قدهم أشق حسن من تصبح الصبح سمع أولادي إخواني من تصبح الصبح تصعد سيارتك رايح العمل لو رايح الجامعة لو رايح المبرسة وتبطل باب البيت وتطلع وتشوف الشمس قدامك سلم على الحسن النبي يقول لولا نور كريم أهل البيت ما صار نور الشمس الشمس مخلوقة من نوره والليلة عم إن شاء الله من تطلع المجلس وترفع راسك الليلة أرباط عشر مكتمل القمر ما شفتها في كتاب بس سمعتها من واحد من أساتذة رحمة الله عليه المتتبعين ما شفتها في كتاب الليلة كم في الشهر رد علي الليلة أرباط عشر طلعوا جنازة محسن من طلعوا بالنعاش مولاة اليتيمة شالت راسها كمن تطالع في القمر صاحت يا بدر غب عنا هذه الليلة فقد ماتت أمي فاطا ما محتاجين إلى نورك أحمر يوم كانت أمنويا أن كانت الضوء علينا من تكف يا قمر تاخذ مكان أمي من تكف يا قمر تضوي مكانها مكانها وحشتها ما راح تنجبر الليلة عمي ليلة اليتيمة هذه الليلة ليلة حيرة أمير المؤمنين يشيل جنازة لو يشيل ولادة من على الجنازة يا الله شوف وين ودتني الزهرة ما كان بالي أني أجيب هذا خلي مسي خالف مدام وصلت الظاهر ومحسين تقول حدك خلهم يبتون علي قلوبهم بعدهم كسورا يا جماعة يلي جايين من بر البحرين جيتونا من قطر جيتونا من الإمارات جيتونا من السعودية هلا بيكم ممنونين لها الجي جيتكم على راسنا أم يأسوا لفلكم يا ضيوفنا إحنا عدنا في البحرين منتصير فاتحة ندفن الجنازة نروح له المسجد له الحسينية يوقفون أهل الفاتح يخلفون عليه أسائل أهل قطر اللي جون أسائل أهل السعودية اللي جون أسائل أهل الإمارات اللي جون أهل الكويت اللي جون أسائلكم يا عالم يا عراقيين يلي توياننا عبر البث الليلة حطوا فاتحة فاطمة علي بن أبي طالب وين نروح نخلف عليه سؤال أسأل أم اليوم تسمع احنا عدنا في البحرين ما ينتظرون المعزين إلى أن يجي أهل الفاتحة بالحسينية لا ردوا علي أهالي راس رمان يوصلكم خبر فلان توفى وباتر التشييع قالوا الليلة نروح نخلف عليه قبل لا يدفنونا صحيح يبطلون المجلس الديوانية يستقبلون عم توفت الزهرة الظهور يجت الناس تريد تعزي علي يسائلون فضة أمار يسأل فضة وين أبو حسين من خلف عليه تقول علي من الظهر في المغتسل قاعد ويا فاطمة هذول اللي قاعدين الشباب اللي البارحة كانوا عندي في المجلس حكيت إلهم وألان أحكيها إلكم قلت لكم البارحة واليوم المجالس في العالم كلها تصيح وفاطمة بس عمي اطيني مهلة أبو سئيدك سمعت واحد اليوم صاح وعلي ترى المصيبة على علي فاطمة طلعت من الدنيا وارتاحت يوم وصل الخبر إلى أمير المؤمنين وقع على وجهه خرج من المسجد مهرول إجاء إلى الزهرة شافهم مدد على المصلة ينتظرون خدام الزهرة فضة أسماء سلما زوجة أبي رافع أم هاني أم أيمن أم سلمة ينتظرون متى يطلعون جنازة فاطمة تظر من عندي شوية هالكلمة عم تحتاج المجلس كله يزلزل بالصيحة نسوان واقفات أسماء بنت عميس فضة مولاد فاطمة خادمات الزهرة ينتظرون علي طلع الجنازة شوية وإذا يسمعون ون آه هلا بيك فدوا أروحي لك من تحتاج واحد يحشمك هي الون طلعت من قلبك من غير ما أوصي آه ما موجودة برواية لكن هالشكل أتصور حالي بالمغتصة لصيحة وأكو طفلة صغيرة بالحجرة تصيح يم ليش صاحت خافت على أبوها قالت الأم راح تخاف أبويا يروح وياها تطوعت أسماء إجت إلى أمير المؤمنين سيدي شوية شوية هي أدري اللي راحت غالية عليك بس شوية شوية أبو حسين بعد إذا تطول بواتي الليلة ما تدفن جنازة وحدة تدفن جنائز يعني ما تدري هل ون شو سوت أبو أولادك حسن شابق على الحسين زينم كهدو أسألك الدعاء أسألك الدعاء أطلب امرادك أطلب امرادك الون الفاطمية إلها أثر ترها اسمع وانا تعالي الليلة يا بيان يا بيان خذني وياها يا بيان تعالي أموت خذ روحه وخلي أموت وياها يا بيان خذني وياها يا بيان يا بيان كسر ظهري يا أسمع صفعة العين لو تعطيني مهل البيت اللي جاي عندي أكثرها يا بيان خذني وياها يا بيان خذني وياها يا بيان كسرني يا أسمع سطرة العين يا أسمع نحوالي تنشدين في فعض ما مكسور وضلع رح أمروحك شوي يا عمي توني أول ليلة بتذبح روحك من الليلة يا دمعتي بالجتهيدي بتعمي وراحت من يدي الباب نشلت وحيدي باب خيبر ما احتجت لواحد يساعدني الباب نشلت وحيدي ما قدر أغسلها بإيدي ست ساعات علي قاعد في المغتسل على ظلعين مكسورك ست ساعات قاعد علي بن أبي طالب في المغتسل على ظلعين مكسورك أمي القاعدين سائلكم لو يروح كربلة كم ساعة يقعد إذا ظلعين من أم محسين قاعدت ست ساعات في المغتسل إلى الليل زين داك اللي أربعين حافر تسعد وتنزل علي ظلع واحد ما قدر تحيدر تشوف لو انحاضر يا علي برض الطفوف تنظر جسمك تنظر ابنك قطعت جسم السيوف وخلت الأضلاع مننا مكسرة بالرخصة من السادة عندي بالمجل السادة لولا ضلع اللي انكسر من البتول كان ما داست على حسين لا لا ضلع اللي انكسر من البتول كان ما داست على حسين الخيول واليمين اللي سطر بنت الرسول شتفت بتها وخذتها ميسر وديتك المدينة لازم ليلة جمعة وديك كربلة تزور وانزل من على المنبر حتى بقية المصيبة والنعي أضمها إلى ليلة باتر الليلة بنصوب زينب ومأخذت النايلة كربلة ضربوا الأمة في المدينة وضربوا زينب في كربلة عطني مهلة أبو سئيدك عطني مهلة احسين لا تبجي علي تذكرني بيوم الغاضر أشوف بدمعتك زينب سبي نادوا عليها آل ومية اخت عباس جابوها سبي اشتركوا في القناة